في مثل هذه الفترة من العام الماضي التهمت مياه قبالة السواحل الليبية ثمانمائة مهاجر غير شرحية كانوا في طريقهم نحو إيطاليا بحثا عن حياة أفضل توقفت أحلامهم بعدان انقلبت سفينة الصيد التي كانت تقلهم بسبب الازتحام الشديد وفقدانها التوازن نتيجة تحرك جموع المهاجرين عند اقترب سفينة شحن برتغالية كانت قادمة لنجدتهم المركب الغارق كان يحمل وكما قالت الأمم المتحدة مهاجرين سوريين وصوماليين ونحو 150 إيريتركن من بين الضحايا أطفال تروحت أحمارهم بين 10 و12 سنة ثمانمائة مهاجر قضوا نحبهم فيما نجى 27 شخصا كانوا على متن نفس المركب المنكوب ينتمون إلى مالي وغامبيا والسينيغال والصومال وإيريتيريا وبنغلاديش بعد وصول الناجين إلى مرفأ كتانيا في سيقيليا فتحت السلطات الأمريكية الإيطالية تحقيقا معهم خلصة إلى تحديد بعض المتورطين في العملية وهما ربان السفينة التونسي ومساعده السوري توبع الأول بتهمة القتل وتشجيع الهجرة غير الشرحية فيما توبع الثاني فقط بتهمة تشجيع الهجرة غير القانونية